اشتركوا في القناة احنا فتحنا موضوع التحكيم في افريقيا او التحكيم في مصر ومن لكم الفترة الجاية يحصل فيها ايه لكن من شهر اتكلمنا على هذه المباريات وقالنا مفيش لجنة حكام في العالم سوا في التحاد افريقيا او اي التحاد في العالم بتختار حكام قبلها باربعين يوم او بتلاتين يوم النهاردة هنقول لكم بشكل عملي ايه اللي بيحصل والكلام ده مش هتسمعه في اي حتة احنا بنقول لكم الكلام ده عشان نطمن جمهور النادي الاهلي ان الملف تتحديدا للفترة الجاية باذن الله هيكون فيه عدالة كبيرة جدا والاتحاد الافريقي مهتم جدا بملف حكام المباريات القادمة عشان ما يحصلش نفس ازمات البطولة الماضية ايه اللي حصل في هذا الملف والكلام اللي هتسمعه لأول مرة وعن يعرضه بالصورة عشان نطمن جمهورنا ايه اللي بيحصل قبل تعيين طاقم تحكيم مباريات نصف نهاية دور الابطال وايضا كمان الكنفيدرالية اول حاجة الصورة اللي قدامنا ده اجتماع اونلاين تم عبر تقنية الزوم ما بين مجلس خبراء التحكيم مع احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي هذا الاجتماع كان الهدف منه تحديد آليات العمل بالنسبة للفترة اللي جاي خاصة ان الكرة الافريقية مقبلة على مباريات هامة جدا وحساسة وفيها دربيات وكلاسيكو كبير ما بين الاندية المصرية والمغربية هناك اهتمام كبير جدا من رئيس الاتحاد الافريقي ومجلس الخبراء اللي تم تشكيله من فترة قريبة جدا لهذا الامر قدامكم في الصورة اعضاء المجلس اولا برئاسة احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي وهو طبعا بالتأكيد المجلس جهة مستقلة لكن طبعا رئيس الاتحاد الافريقي مهتم جدا بهذا الملف وبيشوف التحكيم كيف سيتم التعامل معاه خلال الفترة اللي جاي قدامكم أعضاء اللجنة في الصور قدامنا وتم الاستعانة بناجي الجويني طبعا المحاضرة الدولي والحكم الدولي القدير تم الاستعانة به في مجلس الخبرة كرأي استشاري ودور مهم جدا في المحاضرات الفترة جاية ناجي الجويني من الشخصيات التحكمية القديرة جدا في الكرة العربية والإفريقية وتم الاستعانة به طيب هذه اللجنة عشان نعرض لكم الأسامي بالضبط بالضبط ده التشكيل الرسمي لمجلس خبراء التحكيم لأول مرة بيتم الاعلان عنه بشكل رسمي عشان نعرف كل مشاهدين هذا المجلس إزاي هيشتغل الفترة الجاية وإيه الدور اللي هو منوت بي أولا مجلس الخبراء برئاسة سليستيان من رواندا هو رئيس مجلس الخبراء فيه اتنين نواب معاه جيروم دامون حكم من جنوب إفريقيا وكلنا طبعا عارفينكم من فترة رائبة بيحكم وأيضا كمان يحيى حطقة من المغرب اتنين نواب لرئيس اللجنة الرواندي بخلاف ذلك فيه يعني ستة أعضاء من مناطق فرعية بتغطي القرى الإفريقية من أول الكتن عصام عبد الفتاح بيخطي المنطقة بتاعة شمال إفريقيا لين كي شونج من موريشيوس نورمانديز من الكود ديفوار ملانج ديو من السنغال ديفن إيفيا من الكاميرون ونينبادا من بنين الصورة اللي قدامكم دي ده المجلس اللي هيشارك في اختيار الحكام اللي هيديره مباريات نصف النهائي دور الأبطال والكونفدرالية في الفترة من 17 أكتوبر حتى 25 أكتوبر عندنا أربع مباريات متتالية 17 الوداد والأهلي 18 الرجاء والزبالك وأيضا كمان 19 أكتوبر نهرة بركان وحسينية أغادير و20 أكتوبر بيرمز وحرية كونكري ثم نهية الكونفدرالية في الرباط يوم 25 أكتوبر فبتتكلموا على مجموعة مباريات متتالية في مكان واحد في ظرف إسبوع من 17 لـ 25 طيب هؤلاء المجلس أو هذا المجلس إزاي هيتم العمل بالنسبة للمرحلة القادمة أولا ما فيش أي حكم تم اختاره بإدارة أي مباريات الفترة القادمة طيب إيه اللي هيحصل؟ تم توجيه الدعوة لعشرة حكام ساحة و15 حكم مساعد لمعسكر تدريبي هيكون في القاهرة في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر القادم الاتحاد الإفريق ومجلس الخبر هيجمع هؤلاء الأطقم التحكمية في القاهرة لمدة 72 ساعة لكورس تطبيقي سواء عملي في أرضية الملعب أو على كورس الفار خلال 3 أيام من 10 إلى 13 أكتوبر في القاهرة ثم مجلس الخبرى مع أطقم التحكم هتسافر مباشرة من القاهرة إلى كذابلانكا يوم 14 أكتوبر بعد 14 أكتوبر يبدأ المجلس في انعقاده لاختيار الأطقم التحكمية لمباريات نصف نهائي دور الأبطال والكونفدرالية تمام؟ يعني أي تقارير الفترة الجهة هيقولك أنه تم التوجيه يعني الرسالة لحكم فلاني أو المساعد أو 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 كل الكلام ده غير صحيح كل الحكام أو العشر حكام اللي هيكونوا معاكم على الشاشة لأن النهاردة احنا معانا أسماء الحكام اللي هيكونوا موجودين ومدعوين في هذا الكورس وهذا المعسكر هنا في مصر يوم 10 أكتوبر للتجهيز والتحضير قبل السفر عشان كلهم هيسفروا مع بعض يوم 14 أكتوبر إلى المغرب تم توجيه الدعوة لمصطفى غربال الحكم المغربي الحكم الجزائري أسف ماجتي نضاي من السنغال جان جاك نيدولا من الكونغو باملكت سيما الأسيوبي اليوم نيانت الكاميروني إيريك أوتوجو كاستان من الجابون فيكتور جوميز الجنوب الأفريقي بكاري جسامة من جنبيا مامادو كيتا من مالي مارتينيز هيلدر من أنجولا هؤلاء دول العشر حكام الساحة اللي هيكونوا موجودين في معسقر حكام في القاهرة الفترة اللي جاية من 10 إلى 13 أكتوبر وهيسفروا يوم 14 أكتوبر مين من هم يدير المباريات لغاية اللحظة دي ولا واحد من العشر يعرف ولا مجلس الخبراء اللي عرضتلكوا أسماهم اللي هيكونوا منطين بهذه المسألة الفترة الجاية لسه ليه؟ لأنه يكون عندهم اجتماع بعد يوم 14 الوصول للمغرب لاختيار الأطقم التحكمية بالمناسبة آخر حكتين في إيجاز تقنية الفار حضرة بشكل رسمي في نصف نهاية دور الأبطال والكونفدرالية والمباراة النهاية بشكل رسمي خلاص تقنية الفار تم اعتمادة هتكون موجودة في السيمي فاينال والفاينال للفترة اللي جاية وهيتم الاختيار ما بين هؤلاء الحكام سحكام ساحة أو حكام فيديو بالنسبة للمرحلة اللي جاية النقطة الأخيرة كمان لما تم الدعوة للحكام وكان معهم حكام مصريين ومغربة قبل ما يتم طبعا استبعادهم عشان المباراة فيها فرق مصرية ومغربية كان من مصر حكمين بالمناسبة عشان أكد على فكرة أن إبراهيم نور الدين مش مصنف رقم واحد كان جهات جريشا وكان أمين عمر هم المدعوين من الاتحاد الافريقي في هذا الاجتماع اللي تم خلال الأيام القليلة الماضية جهات جريشا وأمين عمر إبراهيم نور الدين ليس مدعو لأي مباراة افريقية وبالتالي ليس مصنف رقم واحد في مصر وأكبر دليل استدعاء الاتحاد الافريقي للحكام المصنفين والإليت الفترة الجاية قبل مباراة دور الأبطال والكون فيدرالية الأمر تحسم بعلنه بشكل رسمي إيه اللي بيتم وإزاي هيتم الاختيار بالتصويت بعد ما يتم الترشية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ندخل في تفاصيل الحالة أكتر ونتكلم على تريند الأهلي والسوشيال ميديا تكلمت عن الأهلي وقالت إيه خلال الساعات القليلة الماضية اشتركوا في القناة